مصر ليست خفيفة وليست صغيرة وليست رخيصة مصر دولة لها ثقلها أمة لها ثقلها ليس فقط حكما وحكومة وجيشا لا أمة لها ثقلها مصر ليست صغيرة وإن كانت بعض الظروف فيما مضى في العقود الماضية القريبة أدت لانحسار مصر عن دورها حتى ظن البعض الصغار أنهم أصبحوا كبارا مصر ليست صغيرة والأيام المقبلة ستشهد عودة مصر إلى حجمها الحقيقي ليس إضرارا بأحد ولا تعاليا ولا تعديا على أحد ولكن قياما بمهمتها الحقيقية مصر ستعود إلى دورها الحقيقي وحينئذ المنطقة ستستقر لأنه عندما تعود الأشياء إلى حجمها الصحيح تستقر الأمور ومصر ليست رخيصة مصر عند الله غالية مصر تجلى الله فيها على الأرض المكان الوحيد الذي نص الله على أنه تجلى على الأرض فيه في مصر في سيناء الغالية أرض الفيروز مصر المنطقة التي ذكر أن سيدنا المسيح عليه السلام وأمه الصديقة السيدة مريم جاءت إليها مصر التي جاء إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج ونزل وصلى ركعتين في مكان المناجاة في سيناء مصر التي آوت أهل البيت في الوقت الذي اضطهدهم في أبناء عمومتهم من العرب سيدة زينب لما طردت أخرجت من المدينة بعد أن عادت من كربلاء ورأت ما رأت قال لها ابن عباس يا بنت بنت رسول الله ارحل إلى مصر فإن فيها قوما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله فلما وصلت إلى مصر خرجت مصر عن بكرة أبيها تستقبل سيدتنا السيدة زينة بنت بنت رسول الله وخرج واليها الأموي يعني والي لبني أموية لكنه خرجه على رأس المستقبلين لسيدة زينب لأنه رضي الله عنه مسلم بن مخلد الأنصاري كان من الصحابة ومن الأنصار يحبون أهل البيت وأسكنها في دار الحكم واتخذ له دارا أخر فأثلج صدر سيدتنا زينب بعد المعاناة المريرة التي مر بها أهل البيت رأت أخواتها يقتلون وأبناء أخواتها واثنين من أبنائها قتلوا قتل في كربلاء وحملت أسيرة مع نساء أهل البيت الطاهرات من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق ثم عيدت إلى المدينة فلما رأت ما أثلج الصدر من حب أهل مصر الصادق يذكرون أنها دعت لمصر بدعوتين عظيمتين قالت يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله ونصرتمونا نصركم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة عظيمة وليلة جميلة شرف لي أننا أكون موجود معاكم فيها سعيد جدا أننا نقدر أننا نلتمس كده كل ما هو جميل في هذه الليلة معاكم وبدون مقدمات طويلة بقول أن شيء جميل وحاجة جميلة وأعتقد شبه متأكد أننا هنستمتع جميل عن بأننا نقضي هذه الليلة أو الساعات الأولى من هذه الليلة مع حبيبي الحبيب عليه الجفري أهلا وسهلا وكل سنة وحفرتك طيب أحبك الله وبرك الله فيك وبرك الله لكم وللأمة المحمدية بقدوم هذا الشهر المبارك المنور بهذه الليلة المعظمة الكريمة وجزاكم الله خيرا على هذه السويع يعني ليلة زي النهاردة الليلة دي هي فاصلة بين شعبان ورمضان ويعني شهرة شهر رمضان وشهرة شهر رجب وبينهما شعبان اللي فيه الكثير من الفضائل ولكنه ليس بنفس شهرة رجب ورمضان فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكسر من الصيام في شهر شعبان قبل ما نتكلم عن رمضان وفضائله كلمني عن شهر شعبان اللي ناس كتير قوي بتنسى وبتنسى الفضائل الجميلة اللي فيه الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد فقد قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم لما سئل عن اكثاره الصيام في شهر شعبان قال إنه شهر وقع بين رجب ورمضان فيغفل عنه الناس فأحببت أن أصوم فيه أو كما قال حقيقة شهر شعبان هو اشتهر بين العلماء بأنه شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه أول خصلة ذلكم أن آية الأمر بالصلاة على النبي نزلت في ليلة النصف من شعبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الأمر الثاني أن شعبان فيه ليلة النصف من شعبان وهي ليلة ثابتة بالأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة وهناك أحاديث أخرى ضعيفة كلها يعني اتفقت وتكاثرت على أن لهذه الليلة ميزة خاصة وفضيلة عظيمة عند الله عز وجل وقد نسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يحيي أربع ليال في السنة لا يترك إحياءهن أبدا أول ليلة من رجب زي الليلة هذه أول ليلة من رمضان لأن الليل يسبق النهار الكثير من الناس سيعتبرون أول ليالي رمضان الغد لا الآن نحن في رمضان شعبان ودعناه بغروب الشمس لأن الليل يسبق النهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الليل ثم النهار فنحن دخلنا في رمضان أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتي عيدي الفطر والأضحى ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى كان سيدنا علي يحييهما إلى الصباح بالعبادة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أن هناك خمس ليالي في السنة تستجاب فيها الدعوة فذكر منها ليلة النص من شعبان ذكر الأربع الليالي التي ذكرتها قبل قليل التي يميزها سيدنا علي وأضاف إليها ليلة متكررة في كل أسبوع وهي ليلة الجمعة وقال أنها ليالي يستجاب فيها الدعاء فهذه بعض من فضائل شهر شعبان وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد افتقدته سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من فراشها وكانت ليلتها قالت فأخذني ما أخذ النساء أو ما يأخذ النساء يعني من الغيرة لا يكون يعني ما أحد زوجاته للأخرى الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يمكن لكن خلاص يعني فخرجت سيدتنا رضي الله تعالى عنها تبحث عنه كانت ليلة النص من شعبان قالت كان البدر مكتملا فوجدت خيالا في البقيع في طرف المدينة فذهبت فإذا به واقف في منتصف الليل في البقيع يبكي ويدعو لأصحابه في البقيع قالت فلما انفتل راجعا أسرعت حتى لا يراني فوصلت إلى حجرتي ونفسي يصعد ويهبط تلهف من الجريء فقال لها ماذا بك يا عائشة أخفت أن يحيف عليك الله ورسوله استحت سيدتنا عائشة لكن رضي الله عن من كانت غيرتها سببا في تعليمنا أمورا في الدين لولا غيرتها ما عرفنا أنه ذهب في تلك ليلة ليزور أهل المقابر صلى الله عليه وسلم فهذا شعبان 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 معظم لكن الغفلة تحصل على الناس كل عام وكل أمة بخير يا رب إن شاء الله يعني خليني أسأل حراك أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني ولكن كل مننا يصوم بطريقة يعني المسيحون يصومون بطريقة والمسيحون بطريقة يعني كتب عليكم الصيام كما كتب كما كتب من حيث المبدأ من حيث الفرض من حيث كونه فرضا من حيث كونه فرضا لا من حيث تفاصيل كيفية الصيام طيب النهاردة ربنا سبحانه عفوا أي أنه كما كتبنا على الأم التي قبلكم أن يكون لهم صيام في أيام محددة كتبنا لكم أن يكون لكم صيام في أيام محددة وبشكل محدد وبطريقة محددة وطريقة المحددة لماذا الصيام على وجه الخصوص كتب على كل الأمم جميل أولا دعنا نرحب بالشهر ونقول الحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم عند انتهاء كل شهر ومجيء كل شهر جديد يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان هلال يمن ورشد هلال يمن ورشد يا هلال ربي وربك الله لماذا فرض الله تعالى علينا الصيام لا يستطيع أحد أن يجزم ويقول أنه فرض لعلة كذا هذه عند الله لكن هناك حكم تبدت أول حكمة نص الله تعالى عليها في نفس الآية التي جاء فيها الأمر بالصيام التي نزلت في السنة الثانية من الهجرة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هنا أي أن الثمر المرجو لكم من الصيام أن تتحققوا بالتقوى هنا يفهم معنى وهو أن الصيام أن التقوى ليست هي مجرد الصيام لكن الصيام هو سبيل للحصول على التقوى إذا كان على وجهه ملمن المحنة قالوا أن الإنسان في صراع دائم مع نفسه الأمارة بالسوء تارة تغلبه وتارة يغلبها هذا الصراع الذي بين الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء هو الذي سيحدد حقائق ارتقاء الإنسان من سقوطه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها على النفس ونفسه وما سواها فألهمها فجرها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الفلاح والخيبة مرتبطة بتعاملنا نحن مع هذه النفس ما المقصود بالنفس هي الجزء من الإنسان الذي تصدر عنه الانفعالات الرغبات ما يسمى بمصطلحنا المعاصر الغرائز الانفعال الشهوة الغضب الطمع التملك الرضا الحزن الفرح هذه المشاعر هذه الغرائز هذه الانفعالات هي مرتبطة بالنفس فإذا صار الانسان عبدا لنفسه وعجز عن أن ينال الحرية أن يتحرر من رق نفسه أخذته نفسه إلى الدون إلى الدناية ولا تكتفي مهما أعطاه تسقطه شيئا فشيئ لكن إذا تفطن تنبه إلى أن إحدى مهامه في هذه الحياة القصيرة مهما طالت من أهم مهامه أن يرجع بنفسه إلى الفطر الأولى التي خلقه الله عليها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أن يعيد النفس إلى الصفاء لترتقي من النفس الأمارة بالسوء إلى اللوامة إلى الملهمة إلى المطمئنة إلى الراضية إلى المرضية وربما إلى الكاملة هذا الحال من مجاهدة النفس للترقي هو الذي يعبر عنه بالتقوى لأن ثمرته تنوير القلب والنبي يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة يعني وقاية فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل لو تذكر في الحج قال من حجه فلم يرفث ولم يفسق هنا ما قالوا لم يفسق قال لم يرفث ولم يجهل الرفث الكلام المتعلق بالجنس بالعلاقات الجنسية فلم يرفث ولم يفسق هنا قالوا لم يجهل ما معنى يجهل الجهل عند العرب ليس ضد العلم هنا المقصود به الجهل هنا ضد الحلم لم يجهل يعني لم يطلق غضبه لم يطلق غضبه كان حليما كان حليما ما بفيش يشغل له يعني يستطيع أن يضبط نفسه ونلاحظ نحن في يومياتنا للأسف في كثير من الأحيان في رمضان أنا ساهم كأن الصيام مبرر لإطلاق الغضب فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن قاتله أحد يعني إيش قاتله مش يعني سيقتلوا بالحرب قاتله أي نازعه استفزه داخلوا في إخناء إخناء يعني استفزاز يعني حتى الآن يقولون فايتنج فايتر فايتر فايتنج مش معناه يمسك رصاص ويقاتل فإن قاتله أحد فليقول إني سائم قاتله بقى بلغتنا التي كسر عليه بالعربية مثلا أيوة شتمه قتال الشوارع ده قتال الشوارع شتمه استفزوا بطريقة موظف ما أدى العمل بطريقة جيدة شغالة في البيت طلعت عين سيدة البيت فإن قاتله أحد فليقل إني سائم إني سائم مرتين ليش قال لما كررها مرتين قال بعض العارفين بالله من الأولياء قالوا هذا في حكمة لماذا لم تكن ثلاثة ولا مرة قال فليقل إني سائم إني سائم قالوا المرة الأولى يقولها لنفسه وعندما تغضب النفس تريد ترد يذكرها يقول إني سائم والثانية يقولها للشخص الذي استفزه أمامهم يعني مهما حاولت أنا لن أدخل معك في العراق لأني سائم فهنا لعلكم تتقون أي أن المرجو من ثمرة الصيام ليس فقط الامتناء عن الطعام والشراب المرجو هو الصلة الجنسية المرجو من ثمرة الصيام أن يعاني الإنسان على نفسه قالوا أن يعني الصيام هو امتناء عن الطعام والشراب الذين هما قوام الحياة سبب بقاء الحياة وامتناء عن العلاقة الجسدية في نهار رمضان التي هي قوام بقاء النوع فإذا كان الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه مما هو قوام حياته الضروري ومما هو سبب بقاء نوعي أفايا عجز أن يمنع نفسه من أخذ مال حرام من ظلم إنسان ضعيف من انطلاق في شيء محرم هو ليس من أساسيات الحياة من ضبط لسانه من ضبط يده من ضبط عينه معنى هذا أنك قادر ولكن جاء الصيام ليذكرك بهذه القدرة يقول لك أنت تقدر لا تصدق الشيطان والنفس الأمارة بالسوق أنك ضعيف بأنك لا يمكن تقدر أنت تستطيع لكنه يصدق مع الله شوف أنت استطعت أن تقف عن الطعام والشراب كيف ما تستطيع تقف عن نظرة حرام أو عن لقمة حرام أو عن تعامل محرم هذا لماذا الصيام لعلكم تتقون المعنى الثاني لماذا الصيام لأنه امتثال لأمره هو أعطاني الطعام والشراب الذي رزقني الطعام والشراب هو وحده يقول لي لا تأكل ولا تشرب لماذا الصيام لأنه يعلمني الارتقاء إلى أنا أستطيع أن أفعل ولكن لا أفعل لأنك غدا ستحتاج إلى في كثير من المواقف أنت تستطيع فيها أن تفعل ستحتاج أن لا تفعل الإرادة الإرادة طيب عايز الأول آف عند حالك وكنت بتكلم على كلمة إني صائم فطبعا الإسلوب بتاع كل حاجة صح يعني ممكن روحي يقول له اللهم ما يني صائم يا أخي هي شريمة يعني زي الله يهديك أيوة بالضبط فإحنا بنحول الحاجة الحلوة بأسلوب إلى حاجة موسيقى سبحان الله بمجرد إن إحنا نغير تون الصوت أو شكل تقطيع الوجهة أو الكلام ده كله نقول إيه للناس اللي بتاخد هذه الكلمة الجميلة المقصود بأنها أمر للنفس وفي نفس الوقت دعوة للآخر إزاي نحولها إلى حاجة حلوة بمعناها مش إلى شيء موسيقى أقول لنفسي ولهم أن من الأدب مع الله أن إذا أهدان الله هدية أن نتلقاها باحترام لهذه الهدية الله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشهر رمضان من الآن من الساعة هذه أبواب السماء مفتوحة أبواب الجنة كلها مفتوحة كما صح في الحديث إذا كانت أول ليلة من ليالي شهر رمضان فتحت أبواب الجنة كلها فلم يبق باب غير مفتوح وغلقت أبواب النار كلها فلم يبق باب غير مغلق ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ويعتق الله تعالى في كل ليلة خلق في رواية ستون ألفا في رواية ستمائة ألف في رواية ألف ألف من النار في كل ليلة من ليالي شهر رمضان في شهر رمضان الحسنات تتضاعف إلى السبعين بمعنى الفريضة بأجر سبعين فريضة والنافلة بأجر فريضة كاملة يعني بأجر سبعين نافلة فيها ليلة القدر فيها العتق من النار فيها التجلل إلهي وقال لك السبيل لتذوق هذه العطاءات كلها لأنه أكيد في فائدة لما يقولي فتحت أبواب الجنة كلها طب أنا الآن لن أدخلها بجسدي الجنة فما فائدة أنها تفتح ثلاثين يوم ثم تغلق لا أولا في فتح أبواب الجنة هبوب لنسائم الجنة انتم تلاحظون أول ما يقولوا رمضان تشعر الجو مش الجو الحسي لا جوك الداخلي كله يتغير تشعر في قابلية لديك للخير هذه هبوب نسائم الجنة الشيء الآخر إذا انطلقت روحك من عقال النفس من قيد النفس من قيد النفس إذا انطلقت فتستطيع أن تذهب وترى الجنة وتزورها وترجع هذه الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فتح أبواب الجنة في تهييج للروح لأن الروح مشتاقة إلى الجنة لأنها موطن النظر إلى وجه الله الكريم لأنها الموطن الأول موطن الرضوان فالروح في ذاتها شوق إلى ذلكم الموطن موطن الرضا فلهذا إذا فتحت أبواب الجنة وهبت نسائم الجنة تحركت الروح شوقا وإذا تحركت الروح شوقا إلى الجنة أضفت بهذا الشوق نورانية على الباطن على القلب فيقوى القلب على ضبط النفس هذه فرصة جاءتك لا تضيئها بالركون إلى نفسك أنت جربت سنوات وأنا جربت سنوات ركلنا فيها إلى أنفسنا وأطعنا هذه الأنفس ماذا جنينا؟ هي الفرصة جاءت الآن لأتحول من عبد النفس إلى حر إلى سيد نفسي وبالمناسبة يعني نحن في زمن يكثر فيه الكلام عن الحريات حرية التعبير وحرية المارة السياسية وحرية الولد وحرية المرأة وحرية الكبير وحرية الصغير وفي خضم الكلام عن الحريات نغافلنا عن مفتاح الحريات لأن الذي لا يتحرر من رقي نفسه لا يمكن أبدا أن ينال حرية من غيره مهما كانت صور الحرية تتحول إلى وسيلة للاستغلال أو للضحك على الناس لكن الخطوة الأولى لنيل الحرية التحرر من النفس لهذا الله أعطاك فرصة وحبيبي وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم أعطاك المفتاح قال فإن قاتله أحد فليقول إني صائم إني صائم أعطاك هدية هل يليق أن تتلقى هدية سيدنا محمد فتشوهها بنفسك بحالة النفس الغاضبة الأمارة بالسوء لا يليق هذا إذن إذا جاءت هذه الهدية إليك تلقاها بمحبة مع سيدنا النبي لهذا من غير المقبول أن نرى في رمضان الشوارع فيها الشتم والصياح وهذا يكسر على هذا خصوصا إذا اقترب موعد الإفطار الإفطار نرى الناس في السوق يعني خلقهم ضيق لا ما لهذا جاء الصيام جاء الصيام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يحمله صيامه على ترك قول الزور والعمل به من لم يحمله صيامه على أن يدعى قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه القصة مش أن ربي سبحانه وتعالى يريد يجوعك وبس يعني يعني الله عز وجل ما له يعني ما له هو رب الله سبحانه وتعالى عايز صلاح عايز صلاحك ما له أن يجوعك ما له قصد في أن تجوع وتعطش وخلاص لمجرد تجوع وتعطش ولهذا من لم يحمله صيامه على أن يدعى قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه لهذا الصيام صيام من باب أولى عن أكل الحرام عن الغش عن الرشوة صيام عن أن يضيع الموظف أمانة وظيفته صيام عن أن يسيء المدير إلى موظفه لمجرد أن له سلطة عليه المسؤول الأعلى منه صيام عن أن يرتضي الإنسان لنفسه في أن يتكبر على أحد من الخلق بدينه أو بتدينه أو بصيامه أنت عندما عندما نجعل صيامنا مبررة لأن نسب ونلعن وننفذ غضبنا ونضرب هذه فيها شيء خطير كأن نفسنا الأمارة بالسوء تخفي عنا شيء وهو أنها طبطن المن على الله بالصيام شوف إليه كأننا نمن على الله بأن خلاص مش كفاية نص Saying Americans خلاص ما أحد نرفزنا لا وصلت طبعا يعني كأنك تقول خلاص مش كفاية نصايم لك خلاص ما أحد ينرفزني ما أحد يضايقني الطريق ما ينسل سيبوني بحالي سيبوني بحالي إنت كانوا العياذ بالله سيبوني بحالي حتى لو ما انقصدها مش سيبوني بحالي سيبني بحالي لا الجو يكون حار ولا الطريق يكون مزدحم ولا حد يكلمني غلط ولا حد يكسر علي بالسيارة ولا حد ينرفزني وقال له خلاص كفاءة ان انا صايم قال منه لله علي وعليك ان انا صمنا وحتى احيانا يتعامل شخص معه قدامه وبيقول له انا صايم يا اخي وده وانت بسين انت حر ما تصمش صيامك لك انت حر انا مالي انت صايم ولا مش صايم موضوع يخصك انت عايز ما تصمش لما ادفع ثمن صيامك طب عايز اسأل برضو حالك في النقطة دي هنا احنا منتكلم عن التقوى وكلمة اتقي الله ايه العلاقة بين التقوى بمعناها المفهوم والمعروف والتقوى اننا نتقي الله من ان نتقي عذاب الله هي في اللغة العربية التقوى اصلها العربي من الوقاية وصياغتها الوقوى لكن لثقلها العرب من بلاغتهم اذا كان الكلمة الثقل يبدلون الحرف فالوقوى صارت تقوى من الوقاية اي ان نعمل على وقاية انفسنا من الانحراف عن طاعة الله لنتقي غضبه وطرده يعني هي الاتقاء غضب الله هو اتقاء غضب الله نعم لكن اتقاء يعني اصل اتقاء غضب الله عز وجل ان اقي نفسي من ان تسقط من ان تنحرف من ان تفقد ادميتها من ان تحيد عن الطريق هل غضب الله عز وجل لمجرد الغضب؟ يعني المشكلة ان احيانا بعض الوعاض ززاهم الله خيرا ولكن نسأل الله لنا ولا هم التنبه من كثرة ما يكلمون الناس عن غضب الله يعني اوصلوا الى بعض النفوس تصور خاطع عن معرفة الله وكأنه حاشا جل جلاله رب غضوب وزمجر منتظر حديغلط لأجل يضربه لأجل يقتله لا ما هكذا الله الله اعظم من ذلك وارحم من ذلك واكبر من ذلك واقدر من ذلك شوف اعلى مراتب الخوف من الغضب تلك المرتبة التي تتصل بالحب لانه لا يوجد في الوجود كله خوف اشد من خوف المحب ان يفقد محبوبه او ان يفقد منزلته لدى محبوبه لحن بحاجة ان نعود لنصحح مسارنا لننظر اليها من هذا الباب فالتقوى وقايتي وقاية نفسي من ان تسقط عن الرتبة العالية التي اصطفاني الله لها ان اكون خليفة الله في الارض افقد هذا السر من الخلافة طبعا الخلافة بالمعنى العالي ليس مجرد صراع على الحكم الذي يعيشونه اليوم لا لا اني جاعل في الارض خليف مستخلف عن الله في عمارة هذه الارض ان اقي نفسي من ان اسقط عن هذا الاصطفاء الذي نفخ الله تعالى فيه من روحي ونفخت فيه من روحي واسجد لي ملائكته لأسقط عن هذه المرتبة العالية الى ان اكون عبد لنفسي في لحظة شهوى في لحظة غضب في لحظة طمع في لحظة حسد في لحظة كراهية لا فتأتي الوقاية هذه لألا افقد المزية التي كرمني الله بها لألا افقد نظر الله اليه بعين الرضا اخشى ان افقد منزلتي لدى المحبوب وايضا اخشى من غضبه ومن عذابه فالتقوى هنا ليس المقصود فقط المآل الاخروي فيها التقوى هنا المقصود بها اولا الحالة التي تعيش انت عليها وانت في الدنيا لان معنى التقوى انك لن تسرق احد لن تأكل مال احد لن تغش احد لن ترتشي لن تسيء في ادع عملك لن تظلم انسانا ولا حيوانا ولن تسيء الى نبات ولن تسرق في استعمال قطرة الماء لانك مسؤول امام هذا كله معنى التقوى هو وصف يلحق بالبنية الانسانية اذا فقد التقوى من الانسان اصبح هناك شرخ في انسانيته هذا الاول في التقوى ثم النتيجة والثمر في الاخرة الجنة والنجاة من النار اسمحلي فضلتك هلأتوقف مع فاصل قصير كده مع بداية اليوم الجديد الساعة 12 دلوقتي يعني اليوم الجديد تعرفنا لليوم اليوم طبعا يوم رمضان بدأ من بعد غروب الشمس او ليلة رمضان بدأ مع غروب الشمس ولكن اليوم الجديد في زي ما احنا عارفينه بالساعة وبالدقية يبدأ الان فنتوقف مع فاصل ونواصل بعده هو الحديث الجميل الشيق في هذه الليلة المفترجة ان شاء الله مع الحبيب علي الجفري هذه المناقشة داخل جدران مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مؤسسة طابة للحديث عن بحث اعدات مؤسسة طابة على مدار ثلاث سنوات اهتم بالقضايا الدينية وعلاقة الدين بالمجتمع والمواطنين وهو الحقل الاهم خلال الفترة الحالية مؤسسة طابة اجرت بحث مهم بحث ميداني استطلاع رأي عام في اوساط قطعات من الشباب في 18 بلد عربي من بينها مصر وهذا الاستطلاع لكي يحقق المراد منه لابد ان يناقش لابد ان تطرح الافكار المختلفة بشأنه لابد ان تناقش منهجيته مدى سلامة النتائج التي توصل اليها ما الذي يحتاجه القائمون على هذا البحث لتطويره البحث اجري على الشباب من سن 15 عاما الى سن 34 للتعامل مع الشباب وهدم الحاجز القائم بين المجتمع والشباب وهو ما جاءت فيه المناقشات في الندوة التي كانت تحت عنوان مواقف جيل الشباب المسلم للدين وعلماء هذه الاستبانة فتحت لنا المجال لنفهم الشباب ونرى فيهم بعض الاتجاهات ونبني على ذلك استبانات اخرى مجموعات مركزة حلقات النقاش دراسة التطبيقية والنظرية استمرار الحديث مع الشباب هو العمل الشاغل للمؤسسة خلال الفترات القدمة لكنها ستقوم في كل دولة على حدة فمجموع من قام عليهم الاستبيان حوالي ستة الاف شخص من ثمان دول عربية لكن البحث في الايام القادمة سيكون في كل دولة على حدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة اخرى ورحم بحضرتكم ورحم بضيفي الحبيب علي الجفري يعني احكيلي عن هذه الندوة في الحقيقة ان هذه الندوة هي خطوة تالية لخطوة سبقتها وهي اننا في مؤسسة الطابة للأبحاث والتنمية فيما يتعلق بخدمة الخطاب الاسلامي ارتعينا ان هناك بون بيننا وبين الشباب اجيالنا والتي قبلنا واجيال الشباب التي تلينا هناك حواجز وهناك رؤية اسمح لي اني اقول انها فوقية عند كثير من الذين في بيت الخطاب الديني عندنا المشايخ وعند المثقفين فنحن نتكلم عن الشباب من ابراج عاجية وكأننا فهمناهم ونصادر حقهم اقل حقوقهم ان نفهمهم قبل ان نتكلم عنهم فارتعينا اننا بحاجة قبل ان نتكلم عن الشباب ان نتكلم الى الشباب فكانت هناك بس سؤال هل هناك اي جيل فهم الشباب في كل الاجيال السابقة لكن النسبة البون الموجودة مختلفة جدا اكثر ما في مجال القياس في شيء من عدم التفاهم الطبيعي بين جيل وجيل لكن الذي يحصل الان من غير مبالغة يا أستاذ أسامة وارجو ان يتنبه من يستمع ومهتم الى ناقوس خطر سأدقه يكاد يكون الفرق اليوم بين جيل وجيل كالفرق بين جيل وعشرين جيل في السابق لا نقول ان هذا افضل او ذاك افضل لا اختلاف طريقة التفكير الاحاسيس المشاعر الاهتمامات النظر حصل نقلة ضخمة لا نقول الى الافضل ولا الى الاسوأ لكنها نقلة ضخمة نوع الآخر اختلاف كلي ونحن في غفلة عن وجود هذا الاختلاف غفلتنا عن وجود هذا الاختلاف جعلتنا نحن في المنابر لسنوات طويلة نتكلم بشيء من الاستعلاء الذي لا يحبه الله ونحن لا نشعر ضحكت علينا انفسنا صدنا نخاطفهم وانتم وعليكم وفعلوا وانتم والشباب هم كذا والشباب هم كذا والمثقفون ايضا متقفون على هذه الشاكلة الغالب هناك من تنبه هنا ومن تنبه هنا لكن غالب النخب الدينية والثقافية والإعلامية النخب لما تحدثت عن الشباب وتحدثت كأنه يعني زميولو يدبوس في الكرفطة عندما يتحدث عن الشباب بالضبط بالضبط وقليل مننا من فكر فان يتحدث مع الشباب بشيء جاد بقدر جاد من محاولة اولا فهمهم محاولة فهمهم قبل تقدير ما فهمنا عنهم ثم محاولة تغييره او تقبله او رفضه هذا بند اخر فهم الذي امامك هناك لغز عليك ان تفهمه لهذا اللي جاءنا في مؤسسة الطابة الى تأسيس مبادرة اسمها مبادرة الدراسات المستقبلية ايضا نحن لاحظنا انه لا توجد عند دولنا عموما الى الان ما قبلت مسؤولي دولة اجابوني عن هذا السؤال لا يوجد نضج في تشكيل الرؤية للهوية الدينية للخمسين السنة المقبلة كيف سيكون مآل شبابنا الاجيال المقبلة في تعايشهم مع مفهوم تدينهم مع ايمانهم مسؤولي يقولك انا مش عارف اتعامل مع واقع اليوم اتعامل بعد خمسين سنة الذي لا يفكر للغد الذي لا يرسم استراتيجيات سيعيش دائما حالة ردود الافعال نقطة من اول السطر يعني كما اننا وهذا شيء ايجابي جدا في مصر في الامارات في السعودية في بعض الدول اقاموا خطة عشرين ثلاثين هذا شيء ايجابي جدا لماذا؟ لانه ينقلنا من حالة ردة الفعل في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع في التعليم المدرسي والجامعي في المخرجات التي ذكرت في التنمية المستدامة وهي مطلب من مطالب الفين ثلاثين لهيئة الامم المتحدة هذا شيء ممتاز ان ننتقل من حالة ردة الفعل الى حالة الاشتباق الى حالة الرؤية المسبقة لكن اسقاط الدين من ذلك او اعتبار ان النظر التفكير في ذلك بان الدين مشكلة فكيف ننتقي شر المشكلة هذه اما ان نشجع فكرة التحلل فكرة انطلاق الشباب بعيدا عن ان يكون الدين له تأثير في الحياة في يومياتهم في حياتهم بالمناسبة هذا ينجح مؤقتا ثم يحصل ردة فعل اشد مثل ما حصل بما سمي الصحوة تذكر في الستينات والسبعينيات الذي يتباكى عليها بعض المثقفين وكنا وكنا وما كان عندنا التشدد وفجأة حصلت لا لانك في الستينات والسبعينيات ما حسبت حساب الدين الدين طاقة والطاقة لا تقبل التحييد اما ان يوسع له المجال الايجابي فترى عجبا من قدرته على البناء على اقامة الاخلاق على شحد الهمم للعمل لبناء الاوطان لحماية الاوطان واما ان تتركه وتغفله فيأتي المتلاعبون ليستغلوه وسيلة للهدم وليس الدين فقط كل مبدأ في العالم هكذا حتى الديمقراطية ما هو جورج بوشي الابن هدم العراق بدعوة ماذا؟ الديمقراطية بريطانيا العظمى احتلت مصر بدعوة ماذا؟ حقوق الاقليات المسيحية هل مبادئ راقية؟ السودان قسمت بالديمقراطية والسودان احسنتم قسمت باسم الديمقراطية فرنسا احتلت الشام سورية باسم حقوق الاقليات حقوق الاقليات العدل هذه شعارات راقية لكن يجري توظيفها على عكس المقصود كذلك الدين من باب اولى يحاول البعض توظيفه فاذا لم تتولى الدولة وهي مسؤولية الدولة حتى امام الله يعني يذكر الامام الماوردي في الاحكام السلطانية وغيره من الايمال الكابر في غياثي يذكر امام الحرمين الجويني ان من مهام الحاكم من مهام رأس الدولة ولي الامر كما كان يصطلح او الامام في الدولة من مهامه حماية الكليات الخمس ما هي الكليات الخمس الدين والحياة والعقل والعرض والمال هذه مهامه الخمسة مسؤولياته طبعا جزء من هذه المهام في حماية الدين حماية حقوق المواطنين حتى من ديانة اخرى هذه من مهامه عندما يغفل هذا الامر ولا توضع خطة الا في كيفية تقليص اثره او ابعاد الاثر السلبي يعني غالبا اليوم بسبب الاحداث السيئة وسرعة الوتيرة ما يحصل غالب مسؤولينا لما يفكر في موضوع الدين كيف احمي حتى الدين من من الاستغلال السيء وهذا شيء سعامي وراقي كيف استرد الدين من مختطفيه وهذا شيء راقي لكنه لا يكفي اذا لم نبدأ نفكر في طبيعة تعامل الاجيال المقبلة مع مفهوم التدين جزء كبير من المشكلة عند العلماء علماء الشريعة عند الدعاء عند المؤسسات الدينية انها لم تؤدي واجبها كما ينبغي في العمل على تجديد الخطاب الديني بالمفهوم الشرعي للتجديد الخطاب الديني بالمفهوم الشرعي لصياغة لغة تتناسب مع الزمان لاستحداث مباحث جديدة تتناسب مع مستجد من مباحث واسئلة يطرحها العصر الذي نحن فيه لصياغة لغة مفهومة لهذا نحن في مؤسسة طيب عودا على الكلام أنا آسف إذا استرسل لا لا عودا على الكلام لهذا عندنا في المؤسسة تأينا أنه بحاجة أولا أن نفهم الشباب ونحاول أن ننظر برؤية مستقبلية فتأسست مبادرة مبادرة الدراسات المستقبلية من ضمن عملها الاستطلاعات الميدانية والاستطلاعات الرقمية عن طريق شبكة الإنترنت فعملت استطلاع في ثمان دول عربية ثم بعده بسنة استطلاع في عشر دول عربية ثم بدأنا ندخل الاستطلاعات الخاصة في داخل النطاق المحلي ثم رغبنا أن نعرض هذه التجربة على أناس من الأساتذة القديرين الذين لهم سبق قبلنا في هذا المجال مثل الأساتذة الموجودين في مركز الأهرام للدراسات هذا من أعرق بل هو أعرق المراكز العربية في المنطقة وهو الثاني على مستوى المنطقة هنا في التصنيف الدولي للمراكز الأبحاث والدراسات ومع ما كان من الاستطلاع الذي يقومنا به من شراكة مع مؤسسة جيمس زغبي هو من أهم وأكثر المؤسسات ثقة على مستوى العالم لكن أردنا أيضا أن نختبر ما فعل أو النتائج التي توصلنا إليها على مستوى من يعرف المنطقات فعقدنا ندوة نقاشية حوارية كنا نود أن نناقش فيها نظرتهم للاستبانة ثم مناقشة المحتوى نتائج الاستبانة للأسف ربما لضيق الوقت كان التركيز أكثر على التدقيق مدى جدية الاستبانة وهذا جميل أن تحكها لتتأكد أنها ممثلة للواقع وحصل نوع من التناول لبعض الجزئيات التي في الداخل واتفقنا أن يكون هناك استمرار في ذلك وستكون هناك إن شاء الله شراكة وقعنا عقد شراكة مع مؤسسة الأهرام بروتوكول تعاون وسيكون من ضمن العمل الذي سيترتب عليه على هذه الشراكة أنه ستكون هناك استبانة محلية في مصر أكثر توسعا في محاولة معرفة ما يرى الشباب تجاه الدين الخطوة الثانية بعد أن نفهم ما عليه الشباب نستطيع بعدها أن نناقشهم نستطيع أن نتفق معهم في أشياء ونختلف معهم في أشياء وأشياء نبقى على اختلاف فيها ونتعاون وأشياء نتفق كيف أن لا يكون هذا الاختلاف فيها مضراً بالمصلحة العامة مضراً بمعنى الانتماء للوطن والحساب عليه مهمة صعبة وكبيرة لأن النهاردة حتى لما نستبين الأراء أراء الشباب مش أقول أن الفارق بين من يعيش في الرياضة ومن يعيش في كازابلانكة كبيرة ده نقول من يعيش في القاهرة ومن يعيش في الإسكندرية الله يفتح عليه يعني بتختلف تماماً بين الريف والحضر وبين أبناء أهالي شمال سينة على سبيل المثال لأن طبيعة الحياة وبتختلف من الحضر إلى القرية إلى الصحراء يعني ده بيشكل والطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي حتى في البلدة الواحدة كل هذه لها تأثير على منهجي ونعيش المدارس العربية والمدارس الأجنبية يعني هناك فوارق في منهجية التفكير في ذلك نعم طب بما أننا بنتكلم عن الدول العربية وإحنا في هذه الليلة المباركة لابد أن يكون لنا وقفة ورسالة الحقيقة أنا ما بحبش أقول غزة أنا بحب أقول فلسطين وما يحدث على أرض فلسطين المحتلة وما حدث في الأيام السابقة وما حدث من غدر أمريكي ومن قتل ومجازر إسرائيلية وجهت لي أهلنا الله نعم شوف في فلسطين ودرتها القدس وهي بجناحيها الضفة وغزة وحتى فلسطين بقية فلسطين التي تسمى منطقة الثمانية واربعين كلها بلادنا وكلها محتلة وإذا كان قياداتنا أرادوا إخراج المنطقة والعالم بحل راقي بتنزلهم وقبولهم قرار سبع وستين فهذا من باب المبادرة الحسنة لكن إذا رجعنا إلى الأصل ليس للكيان الصهيوني متر واحد ولا سنتي متر واحد في تلك الأرض هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وسأتكلم بكلام واسمح لي لا يرضي أحدا فضل لكن أرجو أن يرضي الله عز وجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى أولا لا أحب الكلام بالعنتريات وأقول لإخوتي الذين يسمعوني الذين ستسمعونهم في وسائل الإعلام يزمجرون هم أقل الناس نفعا للفلسطينيين الذين يزمجرون ويطلقون الهتافات وأخطر من ذلك وسامحني إذا لفظ لا أحب أن أقوله لكن أشد دناءة وحقارة لا يوجد أحقر ولا أشد دناءة من من يستغل آلام غيره ليوظفها في الصراع السياسي إما الاحتراب الإقليمي الداخلي أو الصراعات المحلية السياسية وهذا للأسف يحصل في النقطة الأولى من تسمعوه يزمجر ويشعركم أنه يشفي غليلكم بالكلام الذي يقوله ليس هذا الذي يعمل لصالح فلسطين صدقوني صحيح الكلام قد يشفي الغليل لكن كم لنا نهتف وبكلام يشفي الغليل دون أن نرى نتائج النقطة الثانية هناك انكشاف لمدى العجز الذي يعيشه الكيان الصهيوني المحدل عاجز هذا الكيان طبعا أظهر فشله نعم لأن في حلقة سابقة في هذا المكان قلت لك وللمستمعين الكرام أن السلام لا يتقنه إلى الأقوياء صحيح وقد أوضحت الأحداث الأخيرة أنهم ضعفاء لا يتقنون التعامل مع السلام ولا يفهمون لغة السلام وأن تخلفهم هذا سيدفعون بثمنه بسببه أثمانا كثيرة لكن لقصر نظرهم ولاغترارهم بالدعم الأمريكي المسترق من خلال الضغوطات ومجموعات الضغط وشعورهم أن على رأس الدولة رئيس يستطيعون لي ذراعه بملفات كثيرة فيسارع إلى ما يريدون كل هذه الأسباب جعلتهم يشطحون هذه الشطحات لله سنن في الكون أن الذي يتصرب بهذه الطريقة لا ينجح يعني اسمحني فضلت ممكن من أسبوعين كنت بتكلم في هذا الأمر وكنت أشعر في لهجة وزير الدفاع الإسرائيلي نوع من أنواع الاستجداء للرئيس السوري بشار الأسد ابعد إيران عننا فكان يبدو وكأنه خائف ومظعور لأنه لم يدخل في حرب حقيقية منذ عام تلتة وسبعين فاليوم وطبور الحرب تدق على بابه بدأ يشعر بالزور على أني لا أثق في زمجرات أخوتنا في إيران حتى ولو كان ولكن مع إطلاق أول مجموعة صاريخ يعني شوف يا سيدي يا سيدي أسامة حرب ثلاثة وسبعين كانت حرب حقيقية كان في قرار حقيقي لغاية واضحة على أساسها خيضى الحرب أننا سنعبر القنال سنضع أقدامنا في مساحة من أرضنا سنجلس على الطاولة نفرض فيها على العدوب من أرض الواقع استرداد ما أخذ أي كلام اليوم عن قتال وصواريخ وراشخ واستعراضات قوة وطرد سفير وساحب مدريش وغيرها إذا لم يترتب عليها رؤية لغاية نصل إليها فهي استهلاك أو ضغط سياسي في جوانب أخرى طب إيش الحال أنت ما جبت لنا حال قلت لنا ذول ضعاف وهذا ترام ضعيف وقام يساعدهم وانت عكس التيار يقول أنها مستقوية أنا لا أرى أنها قوية الذي الذي تسمح لو نفسه أن يقنص أطفالا ونساءا وعزل وذوي احتياجات خاصة هذا لا يمكن أن يكون قويا هذا مذعور كما قلت أنت في كلامك وهم يدركون أن عدد الفلسطينيين في تزايد حتى بغير حق العودة ما أننا لا نتنازل عنه لكن حتى بغير حق العودة بالموجودين في فلسطين عدد الفلسطينيين في تزايد مضطرد وهم لا يستطيعون أن ينقفوهم هكذا ويخرجوهم من البلد فهم في وضع حقيقي ضعيف بقي نحن ماذا علينا نحن علينا واجبات على المدى القريب وعلى المدى البعيد المدى القريب علينا مهام تجاه إخوتنا الفلسطينيين في أزمتهم على المستوى الإنساني في الضفة في غزة وقبل الضفة وقبل الغزة في القدس الشريف المحاصرون في القدس الشريف لا يقلون تأذيا من إخوتنا أيضا الذين في غزة بل أشد لأن الأضواء لا تصلت على القدس أنت لم تلاحظ أن لنا نحو عشرين سنة أو أكثر انصرفت الأضواء عن القدس إلى غزة وغزة محاصرة وتستحق لكن القضية الأساسي القدس القدس المرابطين حوالي المسجد الأقصى القدس نسبة الفقر فيها تعدت ثمانين بالمئة القدس عشرات الآلاف من أهلها غادروها إلى الضفة للضرورة المعيشة بالرغم من أن أسود بيت المقدس تعرض عليهم المغريات ليبيع أحدهم بيتا أصغر من هذه المنطقة فقط اللي نحن جالسين فيها مقابل خمسة مليون دولار وستة مليون دولار وعشر مليون دولار وهو في حاجة إلى لقمة العيش في اليوم التالي فيأبى أن يبيع هذه القطعة الصليعة نوصل لهم ازاي احنا كأفراد نوصل لهم ازاي تمام أولا في الأنرواه تؤدي دور كبير في هذه المسألة ثانيا الهلال الأحمر الإماراتي وأن أقول هذا عن معرفة على الأرض ثالثا الصندوق الهاشم الذي في الأردن هذه ثلاث جهات موثوقة ليس لها أهداف حزبية ولا سياسية ولها إيصال مباشر وآمن يسمونه التبرع الآمن لا يلاحق الشخص الذي يتبرع من خلال هذه القنوات لا يقال تبرعت لإرهاب ولا لغيره لكن في شيء مباشر آخر أنا أدعو وبرفع الصوت كل من يسمعني ممن يستطيع أن يذهب لزيارة المسجد الأقصى وأنا أناشد في مثل الظروف هذه سيدي ومولاي الإمام الأكبر شيخ الأزهر بأن يصدر التوجيه بالحث على زيارة المسجد الأقصى وأناشد البابة توادرس أن يفعل مثل ذلك ولكن عشرة خطوط الزيارة الراشدة ليست عبر مطارة الأبيب لا تذهبوا عن عبر مطارة الأبيب الزيارة الراشدة ذكرها مفتي الأردن ومفتي القدس ومفتي فلسطين شيخ محمد حسين الذي سجنه المحتلون قريبا ثم وفرج عنه ذكر ضوابط ما هي الزيارة الراشدة الزيارة الراشدة أن تكون عبر منفذ عربي بري لا يكون عبر مطارة الأبيب ما يكون وجهة أطبيع أن يستخدم الذاهب التواصل مع شركة سياحية فلسطينية وليست شركة سياحية صهيونية عن طريق شركة سياحية مصرية أو أردنية أن يركب باصات محلية للفلسطينيين يسكن في فندق للفلسطينيين ويرفض أن ينزل في فندق للصهاينة أن يبتع من أسواق الفلسطينيين لماذا أقول الذهاب يفرق؟ لسببين السبب الأول تخيل يا أستاذ أسامة أن ساحة المسجد الأقصى طوال السنة مزدحمة بالمصلين كالحرمين عندما نراهم هل يستطيع متطرف صهاينة أن يدخلوا إلى هناك؟ في ظل الازدحام؟ لن يستطيعوا الأمر الثاني أهل المرابطون من أهل المسجد الأقصى كأهل الحرمين جعل الله رزقهم في الزوار أسواقهم المبنية على مدى مئات السنين تاريخها الآن تغلق سوقا بعد سوق لأن العدو قد رفع الضغائب عليهم ولا يوجد من يشتري منهم بينما الوافدون على جدار البراق الذي سمي زورا بجدار المبكى يشترون من المحال التي فتحها أهل ملتهم أو أهل جنسهم اليهود فيتركون الفلسطينيين يتضورون جوعا ويتقلصون لكن لو ذهبت الناس أفواجا فصارت تنزل في الفندق الفلسطيني وتدفع مال تذهب للسوق وتشتري تذهب للمطعم وتأكل ستدب الحياة في تلك المنطقة وسيصبح المسجد الأقصى محروسا سلما بغير قتال وإذا منعت الناس حينئذ منع العدو المحتل للناس حينئذ فتكون الفضيحة الكبرى يعني مسألة الدعم المطلق هذه لا تستمر يعني لا تكون هكذا على طول المدى ستكون الفضيحة أمام المجتمع الدولي دعونا نذهب ويقولون ممنوع لأنكم كثرة أصبحتم مهما كنتم سلميين أنتم كثرة دعوهم يمنعونا وتسقط أكذوبة أن المسجد الأقصى والديانات مفتوح له الأمور ونلح على حقنا في أن نذهب ونزور هذا النوع من المقاومة التي للأسف حاربها بعض قصار النظر وبعض إخوتنا المسيسين بدعوة أنهم يحاربون التطبيع بغير تبصر بغير نظرة بعيدة المدى نحن قررنا أن لا نذهب منذ أربعين خمسين سنة ماذا حصل ينبغي أن يكون هذا لكن بهذه الرؤية الراشدة هذا يشكل رافدا من الدعم لكن سلميا لماذا سلميا فرصة نقاتل أنت لن تصل إلى غاية بشخص شخصيا عشرة تذهب وتقاتل في ساحة الأقصى ها تريد تستشهد إذا أنت تبحث عن شيء لنفسك ليس للمسجد الأقصى الآن الكلام هنا عن حماية المسجد الأقصى في المرحلة المقبلة مساعدة إخوتنا في القدس في الضفة الغربية وفي غزة لهم علينا حق فحتى لو كان هناك خلاف مع بعض القيادات الموجودة في غزة غزة ليست توجها معينة ولا فصيلا معينة غزة إخوتنا وأهلنا الموجودون في ذلكم الإقليم عفوا من نقطة أخيرة تسمح لي بها يعني نحن نطالب مسؤولينا وحكامنا ونلزمهم أمام الله بمسؤولية كبيرة تجاه ما يحصل اليوم في فلسطين في نفس الوقت نرفض محاولة التأليب ضد حكوماتنا بدعوى نصرة فلسطين متاجرة بالقضية الفلسطينية وندرك أن عددا من مسؤولينا يعملون ومن كان يثق بكلامي أنا لا أوجه الكلام إلى من لا يثق من يثق بكلام الفقير إلى الله الأقل حديثا عن الموضوع من مسؤولينا هم الأكثر فعلا اليوم على أرض الواقع حقيقة أنا قلت آخر واحدة لو لك أن تسمح لي بوحدة ثانية أخيرة صدقوني هذا كنا على المدى القريب على المدى الخطة الاستراتيجية ينبغي أن نكون جادين في بناء أوطاننا كان سيدنا الشيخ الشعراوي يكرر الحكمة المعروفة من لا يأكل من فأسه لا ينطق من رأسه ينبغي أن نجد ونجتهد على بناء أوطاننا التي تهدم الآن عندما يصبح لدينا اكتفاء ذاتي في طعامنا في شرابنا في لباسنا في صناعتنا في سلاعنا حتى إن لم نحتجل القتال سيعمل الآخر لنا ألف حساب سواء الكيان المحتل أو من يدعم الكيان المحتل عندما تنتهي الدولنا وتجسر مرة أخرى جسور الثقة بين قياداتنا الأمر سيختلف كثيرا طبعا ما لي في ذا الموضوع لك يا موظف أنت مسؤول عن بناء المكان الذي أنت فيه الوظيفة التي أنت فيها يا عامل أنت مسؤول عن مكان العمل الذي تعمل فيه يا صانع أنت مسؤول يا تاجر يا رجل أعمال يا حاكم يا وزير يا مدير يا إعلامي يا شيخ أيا كنت دعونا نجتمع على هذه الغاية في المدى المنظور عادت بناء أوطاننا يا مصري طريقك إلى القدس بناء مصر نحن سمعنا هتافات كثير أن الطريق إلى القدس عبر دمشق والثاني يقول عبر الرياض لليحارب الرياض وهذا ليحارب دمشق هذا كلام نجني ثمره علقما الطريق يا مصري الطريق إلى القدس ببناء مصر الطريق يا يمني إلى القدس ببناء اليمن الطريق يا سعودي إلى القدس ببناء السعودية الطريق يا إماراتي الطريق يا عماني الطريق يا مغربي يا جزائري يا ليبي يا تونسي أين كنت يا أردني أين كنت ابني بلادك بناء حقيقيا وابن جيلا لديه إيمان قوي بالله معاملة صادقة مع الله جادة في الاستقامة معلق القلب بالله عز وجل وانظروا ماذا ستكون ثمرة الله عليك نلتقي بعد الفاصل سؤال للشيخ علي الجفري يا شيخ علي ما أهمية تحقيق التوحيد وخاصة ونحن في شهر رمضان مبارك وتعليق الناس بتوحيد الألوهية والربوبية وعدم التوسل بالأموات وغيرهم صاحب عايز يعرف يا أركم الإسلام هو عمد 20 سنة ما هو الدوركم في لملمة الشامل الإسلام والمسلمين في لملمة شامل أهل اليمن سؤال لمن وإحنا عايز صغيرة والدين ما كانتش بيتضاف عن مجموع وليه لما كبرنا وأنا دخلت جمعة وخلصت لغوا أصلا كتاب الدين ونزلوا كتاب اسمه الأخلاق هو شايف فين الأمة الإسلامية دلوقتي وإحنا رايحين لفين عدريك أنا ثالث سنوي وامتحنتي في رمضان يعني هل يجوز النفطر ولا أصوم عادي ولا شايل تربية الكتاب في البيت فيه ناس بتشوفها حاجة كويسة وفيه ناس يعني كحراسة وفيه ناس بتربيها وفيه ناس تاني بقولوا لا حرام إن كلب يبقى موجود في البيت هل فيه مشيئة لله وفيه مشيئة للإنسان بمعنى إن ربنا يشاء بعد مشيئة الإنسان ولا ربنا سمعه وتعالي قادرة هو اللي بيكون أولاً وقت إذن زي فيه بلاد بتبقى بتشوف الهلال وبتسمع وفيه بلاد تانية بتبقى فترة لخلنا مسجد ما كانش فيه مية فيه المية أطعت فكت لابس الشراب لو مؤخزة والجزمة فكت لابسه يعني مش على وضو وكت لابسه مش على وضو فجيت صليت لمست على الشراب عليه هل تصحي الصلاة ولا ما تصحيش الصلاة بالنسبة الرأي للدين في مراس البنات ورأس الزوجة زوجة المتوفي لما بتجي تتجوز واحد غير جزة التوفدة ما حاش بدأ مراسها والبنت برضو نفس الكلام كل الأسر بتحرم البنت بيدوا للولد ويحرموا البنت من المراس اي حكم الدين في ان انا مثلا لو تركت الظهر والعصر والمغرب وجيت مثلا اجمحهم بعد العشرة هل يجوز ان انا اجمحهم في نفس اليوم بعد العشرة اجبهم بالترتيب ولا استنى لتاني يوم واصلي مثلا ظهر مع ظهر عصر مع عصر مغرب مع مغرب كده اولا انا عاوز الشيخ حبيب علي جافري انه الناس بتدخل في علم الدين دي لا تفكر شيء في الدين اللي بدخلها بس انا عاوز يرد عليها بكل قوة وكل عزم يعني خليش الناس دي تطلع تاني الواحد هو على قيد الحياة وحب يورس ولاده هل من حق ان هو يفاضل بين ابن وابنة وابن وبنت ليه فترة العدة بتاع الست المتطلقة مثلا غير فترة العدة بتاع الست الزوجها المتوفر عايز اعرف حضرتك الشغل في البنوك حرام ولا حلال عندي سؤال دايما لو بنجي بنحفظ الأغاني وكده بتبقى سهل قوي ان احنا نحفظها وكده بس يبقى صعب علينا شوي موضوع القرآن والحاجات دي دي بعض الاسئلة اللي موجهة لحضرتك والمرة دي حرصنا على ان احنا ما نفوتش حاجة منها فاستأذر حالا كده ناخد كده اجابات تليغرافية عنها طبا جزاك الله خير اولا انكم كتبتوها لنا حتى يسهل علينا الحمد لله تعلمنا من الدرس المرة الماضية لا عفو الله الاول ايوا اهمية تحقيق التوحيد ونحن في شهر الرمضان ايه ايه هذا الاخ الذي سأل من بلادي من اليمن من لهجته يتضح ذلك في الغالب واجيب عليه ان اهمية تحقق التوحيد ليس فقط في رمضان في كل وقت اساس وبدونها لا يكون دين لكن ما اشرت اليه خلال كلامك من توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية ومسألة التوسل بالصالحين والاولياء والرسالة التي في طيات كلامك واضحة اقول لك ان هذا المنهجية في التفكير هي التي اضطرتك ان تترك كل يمان وتكون الان في مصر فليه منهجية التكفير ورمي المسلمين بالشرك اصلا تقسيم التوحيد لتوحيد الربوبية والوهية هذا بدعة في العقيدة لم تعرف في العهود الاولى العصور الثلاثة الاولى ولا التي بعدها فلهذا ترتب عليها اعتقاد ان المخالف فيها كافر ومن ثم حصل ما حصل فلهذا ينبغي ان نتخلى عن ذلك التوسل بالصالحين جائز عند اكثر اهل السنة والجماعة احياءا وامواتا ولم يقل بتحريم التوسل بالاموات احد قبل الشيخ ابن تيمية غفر الله لنا ولا اركان الاسلام اركان الاسلام البعض يسخر من السؤال ولكني احترمه جدا اركان الاسلام خمسة هي ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت الحرام حج البيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيل تحج البيت الحرام ان استطعت اليه سبيل هذه اركان الاسلام دوركم في لملمة الشمل الاسلام والمسلمين وخاصة اهل اليمن الذي استطيعه ابذله اسأل الله ان لا يراني في موضعي تقصير وان كنت مقصرا لكن يحاول قدر المستطاع السؤال هنا ينبغى ان يكون ما دورنا لو تحولنا من مرحلة تقاذف المشكلة ما دوركم يا علماء ماذا فعلتم ما دوركم يا سياسيين كرة النار لو تحولنا الى البحث عما نستطيعه الفقير بما استطيعه ابذله جهدا لا ليس من شأنها ان يتحدث به في وسائل الاعلام مع الدعاء والتوجه الى الله لكن هذه طاقتنا وانا اشهد لحضرتك بأنك فعل بتعمل بكل جهدك وخلي الوقت لنفسك وقت قليل ما بين لملمة شمل الاسلام والمسلمين وما بين الدعوة لله سبحانه وتعالى طبعا السؤال اللي جاي ده طبعا مفروض يسأل فيه يا سيد وزير التربية والتعليم لماذا لا يضف الدين الى المجموعة في الدراسة ولماذا تم اضافة كتاب الاخلاق ما كان الدين انا سألت اكثر من شخص كان راسلني في وسائل التواصل الاجتماعي هل حذفت ما كيف في مصر عندكم حذفوا مادة الدين لصالح الاخلاق هذا كذب مادة الدين لا تزال باقية لم تحذف واضيفت اليها مادة الاخلاق فاذا كان احد عنده مشكلة مع الاخلاق فهذه مشكلة كبيرة واذا كان هناك من يريد ان يحاول تشويه الدولة المصرية فليتق الله حتى لو ضد لا يكذب اما مسألة المجموع انا لا اعلم طبعا ينبغي ان يضافي للمجموع لان فيه تحفيز على الاهتمام لكن لا ادري ايش الرغية التي قام عليها الامر هذه مسألة يعني مكيف لها اكثر من جانب وهي مسألة معلومات يعني هي مسألة معلومات حتى لا يتم التعامل مع الدين على اساس انه للحصول على المجموعة فقط ولكن هي مسألة تربية دينية اكتر منها هذا شيء جميل فيما لو كان بالفعل حال التدريس يؤدي الى هذا المعنى اذا لم يؤدي الى هذا المعنى صراحة نحن بحاجة ان يضاف للمجموع حتى ولو ايه اردنا العلم لغير الله فابل العلم الا ان يكون لله كيف ترى الامة الاسلامية الان راحين على فين رسوال كبير لكن ان شاء الله ليس من باب المجاملة فان بعد العسر يسرىưngه ما بعد العسر يسرى لكن على كل واحد منا ان يخطو هو الخطوة نحو خلاص الامة من حيث هو بعيد على كل منه ان يخطو هو الخطوة نحو خلاص الامة من حيث هو يعني الشيئ الذي عليك الجزء الذي عليك قم مؤديه اكثر من انشغالك بلوم الاخرين طلب السلامية العامة اللطيف ده اللي بيسأل يعني يفتر والله يصوم عادي ولا يعمل يسأل دار الإفتاء المصرية هو السؤال هذا والذي يليه إيراني يسأل تسأل فيه الدار المصرية لكن ما دمت قادرا على الصوم صم ونصيحتي هذه ليست فتوى نصيحتي تسحر آخر الليل جيدا وصم ونوي أن يعينك الله عز وجل بصيامك على إتقان يومك واذهب فإذا حصل لك أثناء اليوم شعور بإرهاق ذهني شديد يعجزك عن أن تواصل هنا تفطر بعدر في هذه الحالة لكن اذهب واسأل أو راجع فتوى دار الإفتاء المصرية هذه ليست فتوى هذه نصيحة السؤال التالي اللي حالك قلت تسأل فيه دار الإفتاء هو كان عن تربية الكلاب نعم هل هناك مشيئة لله ومشيئة للإنسان؟ الأصل هي مشيئة الله سبحانه وتعالى لكن الله وهب للإنسان مشيئة متعلقة بالاختيار حال القرار ودائما نسمة لخباطة في الحتة والموضوع هذا شائك لن يكون بتلغرافة أبدا ومصير ومخير نعم وهو موضوع يعني لو تكلمت فيه طول الحلقة من بدايتها إلى نهايتها وحلقة ثانية وعشر حلقات لن تصل فيه إلى ما يشفي الغليل ستصل فيه إلى تخفيف الغليل نعم ستصل فيه إلى فهم ما هي القصة نعم لكن سر الموضوع يقول بعض العارفين أن سره الحقيقي مخبأ إلى الآخرة لكن ما لا يجعل الأمر متناقض عقلا موجودة الإجابة عليه نعم السؤال التالي هو يمكن ما انتبقش السنة دي لكن بيحصل كتير أن كل الدول العربية مش بتصوم في يوم واحد وهنا نقصت به لماذا لا تصوم كل الدول العربية في يوم واحد هذه السنة أكثر السنوات اتفاقا يعني أكثر الدول العربية ولكن في الحقيقة وحدة الأمة العربية ليست في قضية توحيد يوم الصيام للمناطق المتباعدة لا بأس إذا صامت في أوقات مختلفة لاختلاف المطالة لكن إذا اتفق أولياء الأمور على توحيد الصوم جاز لهم أن يتفقوا لكن الأصل هو مرعاة اختلاف المطالة نحن نحتاج إلى مفهوم للوحدة أكبر وأعمق من ذلك بكثير أنك أنت وأنا كل واحد مننا يجمع الأمة في قلبه لن تستطيع أن تكون سببا في جمع الأمة في واقعك ما لم تبذل جهدا مع نفسك في جمع الأمة في قلبك أحيانا كان بعض القادة بيعملوا داب العند في بيع القادة مكايدات كانت خصوصا في الدول التي شديدة التقارب مطلعها واحد بالضبط كان في أحد السادة بيكلم عن أنه دخل إلى مسجد من المساجد ولم يكن هناك ماء فمسح على شرابه بيده دون حتى قال كأنه فيه مقطوع شراب أو شيء لكن لا الأصل أن يغسل رجله المسح الجورب المذكور في كتب الفقه يقصد به الجورب الذي يمكن تتابع المشي عليه ولا يوصل الماء لكن مدامة الخرقة توصل البلال إلى القدم فأكثر العلماء على أنه لا تصح الصلاة إلا بخلعه وغسل الرجل لكن في حالة أنه لم يجد ماء فكان من حقه أن يتامم لا هو لم يجد الماء موجود الماء في المسجد إذا ما فيش ما يتامم يعني وجد ماء لكل جسمه إلا جعت عند الرجل يقبل إن شاء الله يا رب إن شاء الله هنا الحديث عن الميراث البنات وزوجة المتوفرة التي لا تحصل على الميراث لأنهم يتحدثون عن العادات التي تؤدي إلى الحرمان الحقوق النساء خوفا من تفرق الأرض هذا إثم كثير وهو من الكبائر يعني هذا سرقة حرمان الإنسان من حقي هذا حرام ولا يجوز والذي يفعل هذا يخشى عليه أن يعذب به في نار جهنم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية هذه حق يعني حرمت رجل حرمت امرأة هذه سرقة تعتبر في الشريعة هذا ظلم والظلم يعني ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم لا ترد إذا كنت حريص مثلا أن الأرض لا تتفرق وتذهب ادفع لها قيمة الأرض بالكامل وارضيها المهم أن تنال نصيبها بالكامل ويكون هذا برضاها المهم أن تأخل نصيبها من الميراث كما أعطاها الله تعالى عز وجل هذه تحتاج إلى توعية وعلينا نحن في المنابر وفي وسائل التعليم والتوجيه أن نذكر الناس بأن هذا إثم تجد الواحد يصلي ويصوم ويذهب يعتمر في السنة مرتين ثلاثة وربما يحج كل سنة وهو آكل مال حرام يحج بحرام الذي هو مال أخته أو مال زوجة أخيه الحج لا يكون مقبول من مال حرام والعمرة لا تقبل من مال حرام يأتي الرجل في آخر الزمان أشعث أغبر يحج يقول لبيك اللهم لبيك ومطعمه حرام وملبسه من حرام وغدي من حرام أنا يغفر له يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما يحج لا يحج بس يروح يعطي الناس حقها صح الله افتح عليك طبعا بتحصل مع بعض الناس اللي هم يلاقي نفسه طول اليوم فاتوا الصلاوات كلها فهل زي ما الأخ كان بيقول يجمعهم كلهم بالترتيب بعد العشاء ولا تاني يوم يخدهم الجواب فيما مضى وفيما يأتي الجواب فيما مضى علي أن يقضي كيفما اتفق؟ الأفضل أن لا ينام إلا وقد قضاها كلها وإن استطاع أن يجعلها على الترتيب فهو الأولى للخروج من الخلاف السادة المالكية يرون أنه يجب الترتيب الشافعية لا يرون لزوم الترتيب وكلهما صحيح إن أخذ بهذا أو تلك يحرص على أن لا ينام إلا وقد قضى الفروض التي في يومه التي فاتت وهذا في ماذا؟ فيما مضى أمس بكرة لا بكرة لا يجعلها تتراكم صلوات مع بعضها هذا في جرأة على الله كبيرة هذا خطر على الإنسان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني إيش موقوتا؟ في وقته يعني وقتها يعني وقتها الذين هم عن صلاتهم ساهون ما قال في صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يتركونها حتى يخرج وقتها في الضرورات لما يكون هناك حالة ضرورية لا تتحول إلى عادة يومية يمكنك أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء دون قصر ما دمت غير مسافر الذي يسمونه الجمع لغير سفر ولا مطر ولا مرض لكن شريطة ألا يكون عادة هذا شريطة ألا يصبح بديدا اليومي أما أكثر من فرضي الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض هذا خطر أن تخرج الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر ماله وأهله وولده يعني كأنما خسر أهله وماله وولده في الفقد الذي حصل له طبعا ما حكم الناس اللي بتكلم في الدين وكان أصده أنه هو الناس اللي بتكلم عن غير علم نعم هو قال لتركيهم يتكلموا كده والله يدي على أيده كله يعني سبحان الله لكل علم ولكل تخصص ولكل فن حما يحافظ عليه الطبيب اللي يتكلم في الطب غير وجه حق يعاقب والمهندس إذا حد دخل فيه يعاقب والمنظر إلا الدين أصبح والألم والإعلام أصبحت كلاء مباحا كل من فشل في مجال يدخل يعمل شيخ يدخل يعمل إعلامي هذا خطر كبير وأظن بعد السنين كلها أصبحنا نرى ذلك لكن الغريب عندما نراجع نجد غالب قيادات الجماعات الإرهابية والتنظيمات التي عملت المشاكل غالبهم فوق التسعين بالمئة منهم عن إحصائية على الأقل فوق الخمسة وتسعين بالمئة منهم ليسوا بمتخصصين علوم شرعية حقيقيين مع ذلك اليوم نكرر نفس الغلط ونأتي بمن يتكلم عن الخطاب الديني ودقد الخطاب الديني والتراث والتجديد والتنقية من غير المتخصصين يعني يقولون يعني لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين الآن يكرر نفس الخطأ أيضا تكرر أحيانا في بعض الدول العربية نفس التحالفات الأمنية السابقة ادعم هؤلاء ليضربوا لنا هؤلاء الذين آذونا ندعم هذا التيار الذي عنده تطرف قليل ما عليش بس عشان يضرب لنا الثاني وأننا لا نتعلم كأننا لا نتعلم لا هذا خطر كبير وإذا كنا في أمور الحياة المعيشية نشدد على أنفسنا للجسد حتى لا يمرض ألا يمارس التطبيب عليه غير متخصص فكيف بالدين الذي هو يخاطب القلوب نجعله كلأ هكذا مباحا لا نقول أنها كهنوتية أو استيلاء تعال وتعلم وتفضل صحيح تعال وتعلم العلم أساسي أني راح يكلم في أي موضوع لا يتكثير من الأسماء التي هي عند الناس كبير من المثقفين الكذا يتكلمون في مواضيع طبعا يهاجمون فيها ثوابت لكن لما تسمعهم في استشهاداتهم الآية يقراها غلط المعلومة يجيبها غلط النقل التاريخي كذب مش بس غلط ليش أنا أقول كذب؟ لأنه يحيلك على كتاب تروح للكتاب تجد حرة في الكلام الذي في الكتاب جاهل مركب ما هو الجاهل المركب؟ الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم ومع ذلك مفسوح المجال طيب ماذا سنقول لكم؟ عندنا مثل في البلاد عندنا يقول الحجر من الشارع الدم من رأسك أقولها لكل مسؤول في كل دولة كان مسؤولا عن منبر إعلامي أو عن سياسي أو قرار أمني الحجر من الشارع والرأس من دمك لأن لله غير على دينه وقد قلت لرئيس من رؤسائنا في السابق هو مات رحمه الله قلت له إن دين الله غالي ومتأبي على اللعب كنا في اجتماع دعانا نتناقش يسأل دين الله غالي أنت دعمت هؤلاء لتضرب بهم هؤلاء ثم دعمت هؤلاء لتضرب بهم هؤلاء ثم دعمت هؤلاء لتضرب بهم هؤلاء والآن طلبتنا لتدعمنا لانتضرب بنا آخرين لسنا في هذه اللعبة ولكني أنصحك بمحبة قلت له دين الله غالي متأبي على اللعب والأصابع التي ترضى أن تلعب بهذا الدين ستحترق لأنه دين الله ولله عليه غيره هو احترق الآن أكرر نفس الكلام لأناس أحبهم من المسؤولين في العالم العربي هم يعرفون أني أقصدهم إذ يسمعوني الآن ما تفعلونه خطر ودين الله ليس باللعب أن تدعم توجها أنت تعلم أنه متطرف وأنه سيء لمجرد أنه يحلك أزمة يحل ويساعدك في حل أزمة مستعصية سريعة ستندم وستجني على نفسك وعلينا على الأمة إذا لم نتنبه أسأل الله لي ولك الهداية لكم الهداية حكم توريث الأبناء في حياة الأب أن الأب يورث هذا الأبن وذلك الأبن هذه يحصل بسببها خلل كبير بعد ذلك هو يسأل كذلك عن الأنصب لا إذا كنت ستقسم بينهم شيء في حياتك تعطي كل واحد حقه لأنه لا وصية لوارث ولأنه العدل غير مسألة التوريث هو لا يسمى توريثا أصلا تقسيم المال على الأولاد في الحياة لا يسمى أولا توريثا التوريث هو انتقال المال من ذمة الشخص إلى ذمة ورثته بعد مفارقته الحياة هذا الميراث لكن البعض يحب أن يهب ما لديه لأولاده ويقول مدام أتهبا لي الحق أن أخالف النصوص المعتبرة في التقسيم نقول نعم لأنه ليس إرثا لكنك ستأثم إذا لم تعدل بينهم ثم بعد ذلك الكثير من من بلغتنا أخبارهم يعني ندموا على هذا الفعل لأن انفرط العقد وحصلت مشاكل كثيرة والعاقل طبيب نفسي في هذه الأمور سيدة تسأل عن اختلاف فترة العدة بين المطلقة والأرمال لا أعلم في الحقيقة نعم الله أعلم لا أعلم ما حكم الدين في العمل في الدين من الكنها أن تسأل في دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء لكن أنا لا أعلم وأعوذ بالله من أبقى الله يفتح عليك حكم الدين في العمل في البنوك دار الإفتاء المصرية لها مبحث في المسألة طيب فتاة شايفة سهلة جدا أنها تحفظ الأغاني وصعب تحفظ القرآن أختي العزيزة أنا فرحت بسؤالك هذا أو ابنتي حاولي أولا أن تحب اللغة العربية أن تفهميها تتذوقيها لا أقصد تتعلميها نحن نعتذر لك أن طريقتنا اليوم في مدارسنا في تعليم اللغة العربية منفرة للغاية كل اللغات تم تطوير تعليمها إلا اللغة العربية يعني حتى الصيني الآن مع شدة صعوبته والياباني صار أسهل من تعلم العربي من الخدمة التي قدمت له والتطوير المفتاح للقدرة على سهولة حفظ القرآن المفتاح الحسي العقلي في هذه المسألة تذوق اللغة العربية نحو صرفا وبلاغة وبيانا القرآن رائق من ذوقه العربي فحاولي أن تسعي نحو وكل من يسمعه يحبها أن لا أقول فقط يفهم العربية يسعى إلى تذوق اللغة العربية إلى الارتقاء في تذوق هذه مسألة المسألة الثانية باطنة متعلقة بحفظ القلب من المعاصي قدر المستطاع غض البصر عن الحرام صيانة البطن عن الأكل الحرام صيانة اللمس عن الحرام صيانة السمع عن الحرام قدر المستطاع وعندما يقع منه شيء المسارعة إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله لأن القرآن كلام الله نور ليس حروف تقرأ فقط هو نور والنور يبحث عن مكان نظيف ليصب فيه فلأن أوناس قد أتموا حفظ القرآن فتفلت منهم بسبب ذلك وأناس أتموا حفظ القرآن وما تفلتت منهم حروفه لكن تفلتت منهم أنواره أصبح حجة لهم وستدرجوا إلى العبث لأن يتاجروا بكلام الله سبحانه وتعالى لنيل الحطام من الدنيا قليل أموال الدنيا كلها لا تسوي حرفا من كلام الله فلهذا نصيحتي الأولى وأنا آسف الكلام الإجابة ليست سهلة كما تتوقعين ومن يسمع الاهتمام باللغة العربية الاهتمام باللغة العربية وحاولي أن تبحث عن برامج تيسر لك ذلك حاولي أن تحب الشعر العربي الفصيح كان زمان الأغاني وموكلسوم والناس دي كانت بتقرب اللغة العربية صحيح لأن فيها اللغة العربية الفصحة قصائد كانت للأسف ما بقاش فيه إلا عند قلة قليلة من الفنانين وحتى الذين تركوا الفصحة واتجهوا إلى العامية بدأ مستوى الكلمات أيضا حتى في العامية في هبوط لأن هذا لأثر على الذائقة والقرآن ذائقة راقية ومن لم يحاول أن يرتقي بذائقته أن يطهر ذائقته يحتاج إلى جهد أن يصل إلى القرآن لكن الدعاء والإلحاح على الله سيكرمك نقطة أخيرة إذا لم تجدي قدرة لديك على الحافظة حين الإنسان هو الحافظة عنده فيها مشكلة الحافظة إذا لم تكن قدرتك على الحافظة والاسترجاع قوية لا أنصحك بالإصرار على حفظ القرآن كاملا قد يكون هذا الكلام صادما افهمي القرآن وعملي به هو خير من ذلك واحفظي على الأقل جزء عمه وتبارك استطعت أن تحفظي البقرة والعمران فحسن لم تستطيعي احفظي الخمس السور التي كان جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم أورادا وهي سورة الكهف وسورة السجدة وسورة ياسين وسورة الواقعة وسورة الدخان مع الجزئين عمه وتبارك وإذا استطعت بعد ذلك المواصلة والقدرة على المراجعة فهو مطلب عظيم فهل سيدنا عليه رضي الله عنه كان بيقى صعوبة في حفظ القرآن؟ كانوا يروع عنه يقول أن للقرآن أشد تفلتا أيضا في الحديث من الإبلي في عقلها يعني يحتاج من الإنسان إلى استمرارية في الحفاظ على ما حفظه لكن صاحب الهمة يصل أنا تعرفت على إخوة وأخوات فاضلات هنا في مصر أباروني هناك امرأة حفظت القرآن وهي في الخمسة والأربعين قبل البارحة أخبرت عن امرأة فاضلة مصرية سبحان الله المصري يشوف له ما يريد شيء ويصر عليه يصله لذلك أصروا على الخير لذي أنتم مقبلين عليه تعرف كم عمرها حفظت القرآن؟ 65 سنة بدأت الحفظ وختمت القرآن ما شاء الله الله يكرمنا وإياكم بالحفظ والعمل بمقتدر القرآن رسائل كتير جاية لحضرتك بشكرهم طبعا ديق الوقت ما بيسمح لناش بقراءة الرسائل بس نشكرهم عبد الرحمن التنطاوي حسن الفرغاني دينا رأفت بتسأل عن اللغوة عن شخصية صلاح الدين الأيوبي ألا هو حقيقي ما يقال عنه؟ صلاح الدين الأيوبي قائد من أعظم قادة التاريخ فضلا عن قادة المسلمين وللأسف الذي يقرأ كلام القيادات والمؤرخين الذين في الغرب يجد من الإنصاف ما لا يجده في بعض المعاصرين العرب لكن المشكلة أيضا في التصور البعض يظن أن كلمة من أعظم القيادات أي أنه معصوم ليست له أخطاء من قال ذلك؟ هو ليس بنبي وليس حتى من الأئمة وليس من الخلفاء الراشدين هو قائد بمعايير عصره من أفضل قادة الأمة الإسلامية أما ما يقال عنه من تحقير ومن نفي لجهده في تحرير القدس فكذب محض وإفك كبير والاستشهادات التي حصل فيها عزو لبعض الكتب كان فيها تدليس في العزو إلى تلك الكتب أنا سمعت بعضهم من من هاجموا قال اذهبوا إلى كتاب كذا رجعت إلى الكتاب وجدت تدليسا في نقله عن الكتاب وهو مطمئن أن غالب الناس لن تراجع لكن يسمعوا اسم كبير ويقول كتاب كذا وكتاب كذا فالناس خلاص هذا وثق هذا غير صحيح التهامي محمود محمد عبد النبي عبد الحميد الشورى نجلة مصطفى يعني الرسائل حقيقة كثيرة جدا ونوران مسعود يعني بشكرهم وبشكر غيرهم اللي بعتوا لنا الرسائل دي الوقت يعني يخلينا بس أطلب من فضيلة الشيخ في هذه الدقائق المفترجة في هذه الأوقات الجميلة يعني أرجوك إدعي لنا وإدعي لنا بالجنة وإدعي لنا ربنا يمكن يتقبل منك تحدك قلت إن أبوها بالسامة مفتوحة إدعي لنا جميعا فقط بس أذكر الجميع في سطر أنه هذه الليلة أو الليلة من ليالي رمضان ينبغي أن ينوي الجميع يستحضر في قلبي وإن أحب يذكر نفسه باللساني نوية صيامة شهر رمضان هذه السنة عن أداء فرضه من أول ليلة لأن الإمام مالك يرى أن النية لكل الشهر من أوله تجزئ عن النية في كل ليلة ثم يحرص كل ليلة عن أن ينوي لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيامة لمن لم يبيت النية فنحرص بعد أن نفطر نقول نوية أو نستحضر في قلوبنا ونجري على ألسنتنا لا بس نوية صومة غدين عن أداء فرض صيام يوم من شهر رمضان فنوية صيام الشهر كل من الليلة نسأل الله لنا ولكم التوفيق الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا وسلمه منا اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء ونقذاء وأسراء وأجراء وأمناء من النار فاجعلنا اللهم جميعا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأمواتنا أجمعين من عتقائك وطلقائك ونقذائك وأسرائك وأجرائك وأمنائك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم باركنا في شهر رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وافتح لنا في فهمه وفي ذوقه وفي ارتقاء مراتبه وأكرمنا فيه بتجليات من حضرتك نثبت بها على طاعتك ونستقيم بها على محابك من الأعمال وأعنا فيها على أنفسنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة واجعل حياتنا في الدنيا حياة أهل الجنة حتى نلقاك أن تراضي عنا أكمل الرضا اللهم وإنا نسألك في إقبالتي هذا الشهر أن تكرمنا بتوبة نصوحة تطهرنا بها جسما وقلبا وروحا لا نرجع بعدها إلى معصية ولا إلى دم وإن نكست أنفسنا أن تردها إليك فورا مردا جميلة اللهم وأشهدنا ليلة القدر وأشهدنا أنوارها وأذقنا من لذة الطاعة ما ترغب به أنفسنا عن المعصية فتتأفف منها كما يتأفف أحدنا من القادرات الحسية اللهم وإني أسألك أن تبسط بساطة الأمن والإيمان والهدى والبركة والخير والنور والصلاح والرغش والاستقرار والأمان لهذا البلد مصر المحروس الحبيبة ونسألك اللهم أن تفرج عن إخوتنا في فلسطين في بيت المقدس في غزة أرض العزة غزة هاشم وفي الضفة وفي بقية أراضي فلسطين أجمعين اللهم أنصر المرابطين بالمسجد الأقصى ثبت أقدامهم وحد صفوفهم ألف بين قلوبهم بصرهم بالحق والصواب أنصرهم بنصر من عندك وأيقظ الأمة من غفلتها عن نصرتهم اللهم فرج عن شامنا ويمننا اللهم فرج عن شامنا ويمننا اللهم فرج عن شامنا ويمننا وعن ليبيا وعن العراق وعن أفريقيا الوسطى وعن الصومال وعن أفغانستان وعن بورما إخوتنا المشردين في بورما إلى بنغلاديش اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا ولطفة شامنا فرج عن كل مخلوق مكروب من أهل لا إله إلا الله ربي في هذه الليلة المباركة المفترجة التي تفتح فيها أبواب العطاء العظيم نسألك أن تفرج عن كل مكروب من خلقك مسلما كان أو كافرا فرج عن كل مكروب ومظلوم فإنك أرسلت سيدنا رحمة للعالمين وأولئك من العالمين فرج عن كل مكروب من خلقك وهدي الضال وقرب البعيد وأقبل بالمعرض وارحم الميت وعافي المبتلى واشفي المريض وكلنا وليا وبنا حفية واجزي أخانا أستاذ أسامة وفريق عمله خير الجزاء وبارك في قناتهم وألهمها أن تقدم في هذا الشهر ما فيه النفع الناس وتصرف عنها ما فيه الضر الناس وسائر وسائل إعلامنا يا رب العالمين واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا متحققين بحقائقها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آخر دعوانان الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله اللهم أتقبل دعائك ودعائنا وتقبل صالح عمالك وعمالنا يعني بشكر كل من أسهم في إن حضرتك تكون موجود معنا في هذه الليلة يعني تمتعنا دائما والنهارده ليلة خاصة جدا يا كريم فوجود شخص خاص جدا زيك بكل هذا الصدق وكل هذا الحب ليه يعني وستشارك للكائنات البشرية مش للكائنات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى وليس فقط البشرية يعني ربنا يجعل الرحمة في قلوبنا آمين لكل الناس ولكل الأشياء حتى الجماد نعم يستحق مننا الرحمة ويستحق مننا الحب اللي احنا بنفتقد أحد جبل يحبنا ونحبه قال النبي نعم أحد جبل يحبنا ونحبه نعم نعم يعني لا تسخروا من إن الجماد يستحق مننا حب ورأف ورحمة وده ينطبق على أرضنا ونهرنا وبحرنا وسمانة اللي بنلوسها وكل حاجة احنا بنسيق لها وأساءنا لها على مدى السنين إننا نقف لحظة كده ونقول بالحب اللي في قلوبنا اللي نتمنى إنه ويبه في قلوبنا لله سبحانه وتعالى بالشكل اللي عايزين ربنا يشوفنا به إن احنا نبقى مع الناس كلها مع كل الكينات بهذا الشكل كل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة وخير يا رب ويجعلنا فعلا من عتقاء النار آمين إن شاء الله في هذه الليلة وفي هذا الشهر المبارك آمين شكرا لحضرتك شكرا جزاكم الله خير بارك الله فيكم بشكركم كل سنة وحضرتكم طيبين بشكر ضيفي وحبيبي الحبيب علي الجفري إنه كان موجود معايا في هذه الليلة وأنا عارف إنها ليلة خاصة لكل حد له مريدي ولكن هو نهرده آثر إنه هو يكون موجود معاكم أنتم مشاهدي الدي ام سي أكيد ليكم في قلبه حتى مهمة قوي إنه هو النهاردة يبقى موجود معنا وأكيد أنا ليه في قلبكم حتى مهمة جدا إنكم تبقعدين بتابعيني النهاردة في هذه الليلة سحور طيب إن شاء الله استمتعوا بيه وصلوات مقبولة ودعاء مقبول وصيام مقبول وشهر جميل علينا يا رب بإذن الله بنفحات من عند ربنا سبحانه وتعالى يعم الخير علينا جميعا مش بس في مصر في كل ركن من أركان العالم مش بس في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي طبعا بنختصه لأن إحنا مكروبين أكتر من غيرنا ولكن العالم كله يا رب في سلام لو كل نقطة في العالم بقت فيها السلام والعدل أكيد هنحسه هنا في بلدنا وأكيد هنشوفه في أرضنا وإن شاء الله قريبا جدا قريبا جدا بعملنا الصالح وبعملنا الجد نشوف بلدنا أحسن بكتير هنلتقي إن شاء الله بعد هذا الشهر المبارك وبعد العيد نلتقي معاكم هنا في مساء دي أم سي نواصل لكن زي ما قلت لكم دي أم سي هتكون موجودة معاكم في رمضان بيعني وجبات كثيرة طيبة وزي ما فضيلة الشيخ دعا إن دي أم سي تقدم ما هو نافع إن شاء الله يا رب يكون كل ما تقدم دي أم سي في رمضان زي ما هو قبل رمضان نافع للجميع بإذن الله كل سنة وحضراتكم طيبين واتبعوا على خير